فيلمنا بيبدأ مع واحد ملامحه ما بتكونش واضحة وهو بيعطل مفعول قنبلة موجودة في مغزن براميل كيميائية ولكن بيظهر حد بيعطله عن اللي بيعمله وبيفضله يضربه نار على بعض فبيحاول الشخص الاول انه يكمل تعطيل القنبلة وبيجي يحط القنبلة في الشنطة اللي معاه ولكنها بتنفجر في وشه وبيتحرق ولكن بتحصل حاجة غريبة وبيروح الشخص اللي كان بيحاوله انه يعتله يديله شنطة شكلها مهمة بالنسبة له وبيزبط فيها حاجة وهو وشه محروق وبعدها بيصحى وبيلاقي نفسه في المستشفى وبيكون وشه وجسمه ملفوفين بشاش طبي وبنكتشف ان حصل انفجار كبير في مدينة نيويورك قد الموت فوق 11000 شخص سنة 1975 وبيشوف اللي كان بيحاول يعطل القنبلة الخبر على ورق اخبار متعلق على الحيطة وبيقول في سره انه هيحاول من جديد انه يمنع الانفجار وبعدها بيركب له الدكاترة وش بملامح جديدة بدل وشه اللي اتحرق وبتكون احباله الصوتية تضررت بسبب اللي حصله وبعدها بفترة بيلتقم جلد وشه وبيطلع له شعر وبيبقى شكله طبيعي وبيسجل رسالة صوتية في جاز تسجيل وبيقول ان خلال سبع سنين هيكون مقتول وبيتكلف من الحكومة بمهمة غمضة وبيستلم الشنطة اللي كانت معيهم الحادثة وبيقول في اخر تسجيل انه اتولد عشان المهمة دي وبعدها بيشتغل عامل في بار كجزء من مهمته اللي اتكلف بيها وبتكون السنة اللي هو فيها سنة 1970 وفي يوم اثناء شغله بيدخل عليه واحد الناس بتبص لشكله وبتفتكره مثلي بسبب ملامحه وبيكون اسمه جون وبيطلب من عامل البار انه يسيب له ازاس الكحول اللي بيصوب منها الجون وبيتكلم جون مع عامل البار وبيقوله انه شغال كاتب ولكنه بيكتب تحت اسمه مستعار وهو اسم الام العذبة وانه بيكتب مقالات وقصص اعترافات وبيطلع عامل البار انه مهتم بالقصص دي وبيلاحظ جون ان عامل البار بيقرى شغله وبيقوله العامل ان جون اكيد عنده دراية بتفكير وعقل المرأة عشان يكون ناجح بالشكل ده في كتابة قصص الاعترافات وبيسأله العامل اذا كان متجوز او عنده اطفال فبيقوله جون انه هيحكيله على اغرب قصة ممكن يسمعه على العامل في حياته وبيراهنه على ازازة كحول غالية وبيوفق العامل على الرهان وبتكون قناة الاخبار شغالة على التلفزيون وبتتكلم عن اللي تسبب في الانفجارات وانهم قلقانين من تفجيره الخامس اللي ممكن يحصل وبيساموا المفجر فبيتكلم جون مع العامل بخصوص المفجر وبيقوله انه بيعمل حاجة كويسة للمدينة وده لانه بيخلي الحكومة تفكر بشكل مختلف من ناحية التوعية بمخاطر المجرمين وقدين الحكومة ما ينفعش تقلل من شأن المجرمين بخصوص جريمهم فبيطلب العامل من جون انه بيخلي باله لحسن الناس تسمعوا ويقذوه ولكن جون بيقوله ان ما فيش حاجة ممكن تحصله اسوأ من اللي حصله في حياته زمان وبيبدأ انه يحكي قصته الغريبة وبيقوله انه زمان جون ما كانش ولد وانه كان بنت صغيرة رضيعة سنة 1945 والبنت دي تولدت وترامت قدام ملجأ ايتام وكانت بصحة كويسة لما لقوها وبتسميها مديرة الملجأ باسم جين وعمرها ممرضت او تعبت في حياتها ولما كبرت شوية كانت بتغير من الاطفال التانين عشان عندهم اسرة وما كانتش عارفة ليه اهلها تخلوا عنها بس كانت عارفة ان فيها حاجة مختلفة عن باقي الاطفال واقصمت انها لما تخلف هيفضل الطفل محتفظ دايما باسرته وكانت من صغرها جسمها قوي وبتعرف تاخد حقها من اي حد يتعرض لها سواء كان ولد او بنت وكانت دايما بتطلع القول على مدرستها ولكنها برضو كانت بتتعرض للتنمر ومحدش تبنيها طول فترة طفولتها وبدأت تكره شكلها لانها كانت مفكرة ان هذا السبب وفي يوم تخرجها بيجي لها واحد اسمه ريبرت سين الملجأ وبيقولها انه شغال في منظمة اسمها سبيس كورب وانه عايز يشغالها في المنظمة عشان تسافر للفضاء فبتقوله جون انها سمعت ان الاولاد بس هما اللي مسمح لهم يكونوا رواة فضاء فبيقولها ريبرت سين انه بيدور على سيدات متفوقين في مجالات الرياضة والعلوم بقدرات بدنية عالية زيها وبيديها الدعوة لحضور مقابلة العمل في سبيس كورب وبتروح جين المنظمة وبتعمل المقابلة وبتقولهم جين انها كانت دايما القولة في دراستها من اول سنة لها في المدرسة لحد التخرج وبعد اسئلة كتير بتتقبل جين في المنظمة وبتمر باختبارات بدنية صعبة وبتنجح فيهم بدرجات قياسية ولكن من حظها بتحصل خناقة بينها وبين واحدة من الموجودين واللي بتحضر الاختبارات وبتتفصل جين من المنظمة وبتتكلم مع روبرت سينو وبتقوله هي مش فاهمة هي المفروض كانت تعمل ايه وان البنت ايه اللي ابتدت معال خناقة فبيقولها روبرت سينو انها هيعمل اللي يقتر عليه ويخال المنظمة ترجعها تاني في يوم الايام وبتضطر جين انها تشتغل خدامة في بيت من البيوت عشان تصرف على نفسها وكانت دايما بتحب تقرأ قصص الاعترافات في المجلات وبالليل كانت بتروح جمعتها وفي يوم وبعد انتهاء يومها الدراسي في الجامعة بتخبط بالصدفة في واحد وهي ماشية وبيقولها انه كان مستني حد فبتقوله جين ان الحاجات الكويسة بتحصل دايما للناس اللي بتستنى وبتصبر وبتتفاجئ بان الشخص الغريب بيكمل كلامها وكانه بيقرأ عقلها وبيكون شاب وسيم ومع فلوس كتير من فئة الميت دولار وبتقع جين في حبه ودي بتبقى اول مرة لجين في حياتها انها تحب وتقش قصة حب وتبقى سعيدة في حياتها لحد ما في يوم بيخليها تقعد لوحدها وبتستنى يروح يعمل حاجة ويرجع لها تاني ولكنه من ساعتها اختفى وما شافتوش تاني في حياتها وفي يوم بيجي لها روبرتسن البيت وبيقولها انه هدف المنظمة اللي شغال فيها ما كانش سفر للفضاء وانما كان عندها هدف تاني وهو اعادة هيكلة حدوث الكوارث وانهم بيدوروا على ناس بقدرات استثنائية زي جين ويكونوا من غير عيلة او زوج او اطفال او ماضي او حتى لها تطلعوا للمستقبل واللي شغالين في المنظمة دي بيبقى اسمهم النخبة ولكن بيطلع ان جين حامل من الشخص اللي قبلته بالصدفة وسابها فبالتالي اول لما بطنها كبرت روبرتسن ما ظهرش تاني ليها واستبعدها من المنظمة وبتمر الشهور وبتولد جين طفلة بحالة صحية كويسة ولكن بتحصل مشكلة طبية وبيكتشف الدكتور اللي كان بيولدها بحاجة غريبة وهي ان جين عندها اعضاء تناسولية للذكر والانسة في نفس الوقت واسناء الولادة حصل نزيف حاد في قناة الولادة عندها واضطر انهم يستقصلوا جهازها التناسولي كأنسة تماما وبيقول لها انها عشان تعيش وتعرف تكمل في حياتها لازم تعمل عملية عشان تتحول لراجل وبعدها بتروح جين تودع بنتها كآخر مرة تظهر لها كأم وبتقرر تسمعها جين على اسمها وهي ست ولكن الرضيعة بتتخطف بعد اسبوعين من واحد غير معروف وبعد شهور من محاولات الشرطة انها تلاقي الرضيعة ما لقوش لها اي اثر وكأنها اختفت من على وش الدنيا وبعدها بتعمل جين عملية التحويل وبتتحول لراجل وبتسمي نفسها جون وبتفضل تاخد جرعات من الهرمون الزكوري عشان صوتها يبقى خشن وبيتمرن جون اللي هو كان جين على طريقة كلام الرجالة وبعد شهور بيتأقلم جسمه على التغيرات اللي حصلت له وكل مرة بيبص جون للمراية بيفتكر شكل الراجل اللي خلف منه واختفى وبيكره جون الشخص اللي حبه لما كان بنت لان هو السبب في كل اللي حصله وبيتمنى ان يموت وبعدها بيقدم جون تاني اللي عمل في سبيس كورب عشان هو بقى راجل وممكن يسافر للفضاء ولكن بعد الفحصات اللي على جسمه بيترفض وبيكتائب جدا وبعدها بينتقل لمدينة نيويورك وبيشتغل في مطعم وجبات سريعة بمرتب قلال جدا فقرر بعدها انه يشتري قلة كتبة وبدأ يكتب قصص الاعترافات وسمى نفسه في المقالات باسم الام العزبة وبيقول لعمل البار ان المفروض ان انت عرفت ليه جون عنده دماغ امرأة في طريق كتاباته وبيسأله جون لو بكده هل هو كسب الرهان وياخد الازازة فبيديره العامل لازازة وبيقوله انه ممكن يخليه قابل الشخص اللي تسبب له في اللي هو فيه فبيستهزق جون بكلامه وبيقوله انه بيهذر اكيد فبيقوله العامل على اسم مديرة الملجأ اللي كان جون فيه زمانه هو طفلة فبيتخد جون وبيقلق وبيسأل العامل اذا كان شرطي وبيتتبعه فبيقوله العامل انه مش شرطي وانه هيخليه قابل الشخص ده وانه هيخلي جون يعمل اللي هو عايزه ويقتله من غير اي مسألة قانونية وبيشترط عليه العامل ان في المقابل عشان يخلي جون يعمل ده جون هيجرب يشتغل مكان العامل بس مش كعمل بار وبيعرف جون ان العامل اصلا شغال مع روبرتسن من زمان وبينزل جون البدروم على العامل وبيلاق معه شانطة زي الكمانجة الموسيقية فبيسأله جون هو يعزف له ولا ايه ولكن العامل بيفاهمه ان دي قلت انتقل بالزمن وبيسافرهما الاتنين بالزمن لسنة 1963 وبيدي العامل جون فلوس كتيرة من فئة الميت دولار وبيسأل جون العامل فين روبرتسن فبيقوله العامل انه موجود في سنة 1985 في المركز الرئيسي للمنظمة وبيقوله العامل انه شغال عامل زمني وانه واحد من 11 بيمنعه الكوارث قبل ما تحصل وبيحذر جون انه مايغيرش حاجة في الماضي عشان مايموتش في الحاضر وانه مايختلتش بحد وبيقوله العامل ان قلت الزمن خطرعت سنة 1981 وانهم مسموح لهم يسافروا كحد اقصى 53 سنة اما للماضي او للمستقبل وبيقوله جون انه هيبقى مسموح لانه يشتغل عامل زمني لو جون اثبت كفاءته وبيديله مسدس وبيتفق ان جون هيقتل الشخص اللي دمره حياته وبياخده العامل يوصله لروبرتسن وبيقول العامل لجون عن المكان اللي جين زمان قبلت فيه الشخص اللي دمر حياتها فبيسأل جون العامل هل جون ليه القرار انه يتصرف زي ما هو عايز مع الشخص اللي دمر حياته فبيرد العامل على جون وبيقوله انه يعمل كل اللي هو عايزه وبيروح جون للجامعة اللي فيها جين وبيكون مستني يقابل الشخص اللي دمر حياته ولكن جين بتخبط فيه وهو يمشى بالصدفة وبتعتذر له فبيقوله انه هو مستني حد فبتقوله جين ان الحاجات الكويسة بتحصل دايما للناس اللي بتستنى وبتصبر وبيكمل جون كلام جين وهو مصدوم وبيعرف انه هو الشخص اللي دمر حياته بنفسه لما قابل جين وخلاها تحمل منه وان الشخص اللي هي قبلته يبقى هو نفسه وبيتفرج عليهم العامل من بعيده ومعه قلت الزمن وبيسافر لسنة 1970 لوعده وهناك بيلاقي واحد في مغزن براميل كيميائية ومعاكم بلا موقوطة وبيحاول العامل ان يوقفه وبيضرب على نار وبيجره وراه ولكن بيوقعه المفجر وبيضربه ضرب مبرح وبيسيبه ولكن العامل بيفوق بسرعة وبيقوم يجري وراه ولكن بيلاقيه مولع وجسمه ووشه بيتحرق وبيبقى العامل مصدوم عشان نعرف ان المفجر هو هو نفسه العامل في المستقبل وبيدي الشنطة الزمنية اللي معه في المستقبل لنفسه المستقبلية وبيزبطها على سنة 1992 وبيسافر للمستقبل وساعتها بيلقت العامل شريحة من القنبلة من على الارض وبيسافر لسنة 1964 عن طريق الشنطة بتاعته اللي جيبيها وبيروح العامل لقوضه وبيقفل على نفسه وبيكون متعصب بعد ما فهم الحقيقة وبيفضل يفكر في الماضي والمستقبل وهو ليه هيتغير ويعمل تفجيرات في المستقبل وبيجيب جهاز التسجيل وبيسجل فيه شوية خواطر بتجيله وفي نفس الوقت بيكون جون قاعد مع جين في مقهى وبيفضل يتكلم معها وبيقول لها يا بتفكر ازاي وده نفس اللي حصله زمان لما كان جين وبتبقى جين دلوقتي مش عارفة ازاي جون عارف عنها كل ده وبتكون مصدومة زي ما هو كان مصدوم زمان وفجأة بيظهر روبرت سين للعامل وبيبقى مسافر بقلت الزمن عشان يوصله وبيديله العمل الشريحة اللي كانت في موقع الحادثة سنة 1970 فبيسأله روبرت سين ازا كان العمل قبض على المفجر ولا لا وبيعرف انه ما قبضش عليه وبيقوله انه كونه جاب حاجة من المستقبل اللي الماضي دي جريمة ولازم يتعاقب عليها وبيسأله ازا كان عمل حاجة زي كده قبل كده فبيقوله العمل لا وانه مستعد انه يتلقى الاعقاب على اللي عمله وانه دي اول مرة ليه وبيسيبه روبرت سين وبيروح العمل للمستشفى اللي فيها بنت جين الرضيعة وبيخطفها وفي نفس الوقت سنة 1963 بيكون جون وجين بيعملوا علاقة مع بعض وبتحمل جين منها وبيرجع العامل من سنة 1964 لسنة 1945 ومع الطفلة وبيسيبها قدام ملجأ للأيتام وده نفس اللي حصل لجين فأول حياتها لما رحت الملجأ وبيسافر العامل لوحده لسنة 1963 عشان يرجع لجون وبيلاحظ جون وهو مع جين في الجنينة ان العامل رجع فبيطلب جون من جين انها تفضل مكانها وتستنى وهيجيلها تاني وساعتها بيروح جون للعامل وبيصوب المسدس ناحيته وبيقوله ان العامل هو المسؤول عن تدمير حياة جون وده لانه خلى جون يسافر ويعمل علاقة مع جين اللي هو اصلا نفسه زمان وان العامل خطف جين وهي طفلة ورجعها لدر الايتام في الماضي فبيقوله العامل ان ما كانش عنده خيار تاني وبيقول لجون ان جون عارف اصله وعارف اجابات اسئلته كلها وبالتالي جون ممكن يعرف العامل ده يكون مين وبياخد العامل جون وبيسافره بالزمن لسنة 1985 عشان يقابله ريبرتسن ويفهم جون منه كل حاجة وهناك بيقول العامل لجون انه هيبقى عامل زمني زيه ولكن جون بيكون اول مرة يسافر لبعيد بالزمن فبيكون تعبان جدا وبيفقد الوعي وساعتها بيتكلم ريبرتسن مع العامل وهما بيتفرجوا على جون وهنام في السرير وبيقوله ريبرتسن ان جون منع مئات الجرائم بسبب وجوده وصفروا بالزمن وكمان بسبب اللي العامل عملوا معاه وبيقول كمان ان جون خلى العامل يكون افضل بكتير في شغل وعنده خبرة وبيدي ريبرتسن زرف للعامل وبيكون فيه بيانات عن الشريحة اللي كانت في القنبلة وبيقوله لما يسافر بالزمن تاني قالت الزمن بتاعت العامل هتتعطل وده حكم قضائي بسبب جريمته بيحضر الاشياء من زمن لزمن فبيقرر العامل انه يتقعد في مدينة نيويورك وبيروح جنب جون وبيسيب له جهاز التسجيل بتاعه وبيرجع العامل للزمن اللي شغال فيه في البار وبياخد الازازة اللي جون كسبها من الرهان وبيستقيله وبيشربها في شاقته وبيفتح الظرف اللي روبرتسن ادهوله وبيلاقي ان روبرتسن كاتب فيه ازاي يصنع قنبلة موقوطة وانه يشتري اللي كاتبه في الورق عشان يصنعها وانه هو هيكون المفجر وده لان له للتفجير ده ما كانتش منظمة روبرتسن اتواجدت في المستقبل وبيسحى جون من الغيبوبة وبيسمع جهاز التسجيل ان العامل سبهوله ولكن بيعرف ان العامل ده هو نفسه جون في المستقبل لما تحرق وشه وركب وش جديد وبياخد العامل المسدس وبيروح يقابل نفسه وهو كبير عشان يمنع نفسه انه يعمل التفجير الضخم سنة 1975 وبيتفاجئ ان المفجر هو هو العامل بس بعد ما كبر وبيقوله المفجر ان التفجيرات اللي هو بيعملها بتمنع كوارث وجرام اكبر وان دي تضحيات صغيرة لمنع حدوث كارثة كبيرة وان لو العامل الصغير قتل نفسه الكبيرة العقدة الزمانية هتتكرر ومش هتنتهي ولكن العامل بيقتل المفجر وبيقوله ان عمره ما بقى زيك وبيكون جون اللي في سنة 1985 عمال لسه بيسمع التسجيلات لنفسه في المستقبل وبيفتكر العامل ترتيب حياته لما كان بنت صغيرة على باب ملجأ وبعد كده كبرت وبقى اسمها جين وبعد كده قابل نفسه وخلف من نفسه وتحول للرجل وبقى اسمه جون وبعد كده وشه تحرق فعمل عملية لنفسه وتحول للعامل اللي بعد فترة اتحول هو نفسه للمفجر وان البنت الصغيرة دي جون يبقى ابوها واموها في نفس الوقت وانها تبقى جون نفسه لان العامل خطفها وهي صغيرة وحطها على باب الملجأ وعاشت نفس حياة جون وبكده بينتهي الفيلم والعقدة الزمانية لسه شغالة وبتعيد نفسها بنفسها وما بتنتهيش الفيديو ده كتبه كريم اشرف وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود مجدي وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام